خلينا بقى نتكلم بشكل عام اللاعب عشان يبقى لعب أولمبي عشان يتقاهل أصلا إيه اللي بيحصله؟ هل هي منافسات محلية فقط؟ بوس خلينا أقولك إننا بنتكلم على لعب أولمبي دي صناعة بطل صناعة البطل دي بتبقى مش من النادي بس ولا من الاتحاد الرياضي بتاعه بس لا هي بتبتدي من الأسرة يمكن أنا مبارح بعد محمد سيد ما حصل على المدالية الأولمبية أنا كليهي إتصال مع والدته طبعا يا دكتور الأماني البحيري كانت بتقولي هو محمد حرم نفسه من حاجات كتيرة جدا على مدار حياته علشان يوصل إنه هو يحقق مدالية أو يقف على مناصل تتويج الأولمبي يمكن هو ظروفه مختلفة برضو لأنه هو والده كمان المدرب بتاعه المدرب سيد سامي ويمكن أخوه كمان هو كان بطل سلاح أحمد سيد فظروف البيت كلها كانت مختلفة فالحاجات دي ظروف كلها بتهيئ إن أنت يكون عندك بطل أولمبي عارف يعني إيه منافسة عارف يعني إيه محفل أولمبي عارف يعني إيه بطولة عالم بيفرق ما بين البطولات طيب حرم نفسه من إيه برضو عشان الناس تكون عارفة حاجات كتيرة قوي أنت علشان تبقى بطل أولمبي أنت بتحرم نفسك من حاجات كتيرة جدا أنت ليك نظام أكل مخصوص أنت بتحرم نفسك منه ليك صهر أنت بتقدرش تصهر مع صحابك في حاجات كتيرة جدا جدا انت لازم تحرم نفسك منها ضغط كتير في التمرين انت عشان توصل لمستوى المنافسين بتوعك في الاوروبيين انت بتحرم نفسك من حياتك كتيرة جدا عشان توصل لده. ده بيخد سنين ده مشهود. مجهود سنين. اللعب ده يمكن بدأ المشواره فعلا من هو عنده ست سنين وهو من طنطة بالمناسبة. فيعني هو بصراحة يعني انا شايف ان هو عمل انجاز قوي جدا. شايفيني طنطة هو بيحتفي بين بارح. بسضبط فعلا انت حقيقة. طيب ده عظيم جدا لكن بشكل عام برضو عايز ارجع لنقطة المنافسات المحلية اللي ممكن تكون هي بتقاهل اللعبة في الولمبياد. هل هي محلية فقط ولا ممكن تكون مثلا منافسات قرية او محلية في الاساس وبعد كده قرية. خليني اقول لك انت طبعا عشان توصل لمنافسة التتويج انت مش هقوم استحالة تعتمد على المنافسة المحلية فقط. لانا شئنا ما بين المنافسة المحلية انت بتلعب مع نايز في نفس المستوى اللي انت بتلعب فيه على مستوىك. لكن انت علشان توصل لانك انت تبقى بطل اولمبي لازم تكون بتحتك احتكاكات بلعبين من دول اخرى من دول مختلفة مختلفة. وتصنيف الدول بيبقى مختلف في كل فترة او في كل ازمنة. ليه منتخب الالهان بول دلوقتي احنا بقينا يعني شايفين انه هو منتخب قوي علشان الاحتكاكات وعشان المحترفين. رياضة زي رياضة السلاح احنا مش بنعتمد فيها على المنافسة المحلية فقط. رياضة السلاح الحقيقة انت طول الموسم انت عندك اجندة وجدول طويل جدا انت كل بطولاتك بطولات دولية. فيه منها بتبقى على طبعا نفقة الاتحاد وفيه منها لعبين بيشاركوا فيهم على نفقتهم الخاصة علشان يعلوا الرانك بتاعهم او يعلوا التصنيف بتاعهم. ده معنا ان فيه تخطيط. بالزبط. بالنسبة للسلاح. بالزبط. وبالطول عمر ده على مدار السلاح عامة يعني يعني على مداره على مدار تاريخه. مش مش حاجة جديدة.